متابعيني الأعزاء على قناة InfoTech4U السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مروة سليمان وإن شاء الله النهاردة مع فيديو جديد بإذن الله يكون فيديو مفيد على قناتنا النهاردة جاي أتكلم عن كنز من وجهة نظري يعني النهاردة موقع من المواقع اللي هتفيد كل الناس المهتمية باستخدام واستغلال أدوات الذكاء الاصطناعي علشان تزود الانتجية وتوفر وقت وتوفر مجهود النهاردة جاي تكلم عن poe.com حطيلك الرابط الخاص بالموقع في الوصف أسفل الفيديو الموقع فيه مجموعة عديدة والعديد والعديد من الجي بي تيز اللي ممكن تستخدمها لأي غرض أنت عايزه بحث علمي أوامر تحصل على نتائج creative writing في البروغرامنج analysis أي حاجة أنت ممكن تتخيلها هتلاقيها موجودة في poe.com poe.com بيستغل بطريقتين الطريقة الأولى اللي أنا جاي أتكلم عنها النهاردة وهي اللي أنا أستكشف جي بي تي أستخدمه لغرض معين الحاجة الثانية ودي إن شاء الله هتكلم عنها في فيديو آخر لأن هي مهمة جدا للناس اللي عايزة تعمل جي بي تيز وعايزة تعمل لها monetization تربح منها ففي الحالة دي هتقدر إنها تعمل create poot خاص بيها كده زي شات جي بي تي تقدر الناس إنها تستخدمه عشان غرض معين حيكون users وي مسموح لك مثلا أنت تحط free limit معين daily limit معين بعد كده الناس تدفع علشان تستخدمه وده اللي مش هنتكلم عنه دلوقتي لأن هو متاح في بعض البلدان مش كل البلدان يعني المونتايزيشن متاح أو عملية الربح منه متاح فإن شاء الله هنتكلم عنه قريبا لما يكون مفتوح في دول وخصوصا دول عربية بشكل كبير تعالوا بقى للحطة بتاعة الإكسبلور لو أنت دخلت على pow.com اللي أنت تقدر بالمناسبة تنزله كديسكي توب أب من هنا لو عايز تنزله عندك ولكن أنا هستخدمه كموقع وهنا عندك كاتيجوريز بقى مختلفة وفئات مختلفة حاجة لها علاقة بالجيمز لها علاقة بالأرابيك حتى الأرابيك وده الجميل بصراحة أنت هتلاقي فيه هنا ناس عاملة جي بي تيس كتيرة جدا باللغة العربية موجودة يعني هنا حاجة مثلا بتعمل مراجعة للنصوص باللغة العربية هنا أرابيك بروف ريدر فيه أشخاص عاملة سبارك مثلا اف بي بوست بتقدر تكتب موضوع معين أو بتقدم لك خمس أفكار مقترحة لموضوع معين أنت عايزه صورة كرتونية لأي شخصية ففي ناس عاملة بعض جي بي تيز اللي باللغة العربية فتقدر أن أنت تكتب الكونتنت بقى بتاعتك باللغة العربية ويقدر أنه يفهمها ويتفعل معيها ويجاوب لك على الحاجة اللي أنت عايزها أو بيديك إجابة على الحاجة اللي أنت عايزها فبصراحة أنا مبسوطة جدا من جزء ده هو عمل للأرابيك هنا كاتجوري لوحده يمكن علشان خاطر برضو يلفت النظر للناس المستخدمي بو يكون الاستخدام عليه أكبر خصوصا أنه لو سابسكريبشن يعني أنت هنا هتبتدي تستخدم الخطة المجانية في الخطة المدفوعة بتحصل على ميسج أكتر مع كل جي بي تي هنا هبتدي أن أنا أروح لي مثلا منصة الروبوت التعليمية دروس أونلاين ملخصات واختبارات فأنت هنا ممكن تروح مثلا تسأله على حاجة أنت عايزها بالعربي أنا يعني اخترت هنا حاجة بالعربي أريد ملخص عن أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية فبيديك يقول لك ممكن تطبيقات تستخدم في تشخيص الأمراض في رعاية المرضى في توجيه العلاج الناس اللي بتقول يا ترى الذكاء الاصطناعي حيفدنا في مجال الرعاية الصحية فتقدر أن أنت مثلا سي هنا تطلع وتقرأ أكتر عن الموضوع ده بملخص هو بيدهولك لأنه هنا بيقدم لك ملخص هنا بيقول لك كومبير وعطيك ويب سيرش بيقول لك قارن بالويب سيرش عن طريق أن أنت تبحث في الويب فلو أنا رحت عملت ويب سيرش كده حيبتدي أنه يديني هنا حاجة لها علاقة بنفس الموضوع بس من خلال الويب سيرش مش من خلال الجي بي تي وهنا كل الحاجات دي أعتقد أنه ممكن يديك الريسورسز كمان بتاعتها والمصادر بتاعتها في الاكسبلور حاجات كتيرة مثلا زي حتى جي بي تي فور جيميناي بلاي جراوند 2.5 تعالوا كده نخش على بلاي جراوند بلاي جراوند بيبديك 40 بوينت تقدر أنك أنت تستخدمها create a white kitten at play ground حيبتدي يولد أو يجينريت صورة بالذكاء الاصطناعي ويديني الصورة اللي بالذكاء الاصطناعي زي ما إحنا شايفين وبشكل مجاني والجودة عالية لأن بلاي جراوند جودة بتاعته عالية في إنتاج الصور version 2.5 ده الشات بوت اللي له علاقة بالبلاي جراوند 2.5 تقدر أنت كمان تعمل البوت بتاعك بس ما تعملوش لأن أنت ممكن ما يكونش مسموح لك أن أنت تعمل أو تربح من الجي بي تي بتاعك ولكن بإمكانك أنت كمان تعمل الموضوع ده وحنتكلم عنه بشكل مفصل إحنا هنا بس بنستارد الجي بي تيز الموجودة داخل po.com فيه creative writing ممكن يساعدك في الكتابة وفيه عنده creative writing بيستخدمه 10k 10,000 users ممكن هو يساعدك في الكتابة وطبعا هنا فيه يعني أنا لما بلاقي users أكتر بصراحة ببثق أكتر يعني محدش هيخش يضيع وقته في استخدام حاجة مش effective أو مش فعالة فهنا فيه 10,000 k monthly users عليه ولو أنت رحت هنا في الجزء بتعمل action حتلاقي بعضهم كاتب لك الأوامر اللي هو بيستخدمها أو إزاي هو عامل الجي بي تي ده ولكن أعتقد أن دوت طبعا هو هنا حاجة بالdetails اللي لها علاقة بالأوامر اللي هو مستخدمها في عمل الجي بي تي أنت مثلا هنا لك points معينة كل message بتستهلك 20 points لك 1920 حوالي 146 message وفي الحالة دي بتضطر أن أنت تعمل subscribe علشان خاطر تستخدمه أكتر من كده فكل الناس بتستفيد بعملية المونيتايزيشن وعملية الربح داخل pod.com تكلم عن استخدامه أو أن أنت تستفيد من الموجود جواه جي بي تي لحد ما نتكلم عن المونيتايزيشن لما يفتح في دول عربية نقدر نحن إن شاء الله نتكلم عنه قريبا بإذن الله تعالى ده بالنسبة للexplore استفيد قدر الإمكان من الخطة المجانية ودور على الجي بي تي المناسب وابتدي أن أنت استفيد منه بشكل مجاني هتلاقي جي بي تيز كتيرة جدا 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 وأصبح دلوقتي الموضوع بقى مش مقتصر أننا نروح أستخدم شات جي بي تي والجي بي تيز الموجودة داخل شات جي بي تي pod.com ينافس زي ما إحنا شايفين وحيطلع منافسين كتير جدا للشات جي بي تي الفترة القادمة أتمنى تكون معلومة النهاردة فادتكوا على قناة Info Tech For You أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة Info Tech For You زي ما بقول لكم في نهاية كل فيديو متنسوش تعملوا سابسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد لو بتشفونا الأول مرة وتبصوا على الفيديوهات الموجودة في القناة إن شاء الله بإذن الله تفيدكم ولو كنتم من متابعين الأعزاء متنساش اللايك والشير والكممنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته